69 سنة عدت على صورة من أعظم الصورات الحدث اللي غير شكل مصر في كل المجالات صورة 23 يوليو 1952 صورة ميلاد الجيش بعد هزيمة العرب وضيع فلسطين في حرب 1948 وقضية الأسلحة الفزدة والاحتلال البريطاني المصر اتأسس تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بزعامة محمد نجيب وجمال عبد الناصر وكان هدفهم الإطاحة بالنظام الملكي والملك فاروق أما عن الساعات الأولى قبل الثورة فعلم الضباط الأحرار بنية الملك للتخلص منهم فقاموا بوضع خطة بقيادة زكريا محي الدين وجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وقرروا إن ساعة الصفر هتكون الساعة واحدة من ليلة 23 يوليو 1952 اختروا منطقة سكنات الجيش إن هي تكون مركز للثورة وحدث خطأ تسبب في نجاح الصورة فأبلغوا يوسف صديق قائد ثاني الكتيبة بساعة الصفر خطأ فتحرك صديق بقواته الساعة 11 وقدر يسيطر على مجلس قيادة القوات المسلحة واعتقل كل من قابله في طريقه واستولى على مبنى الإذاعة والتلفزيون والمرافق الحيوية بالقاهرة واعتقل الوزراء ضم تشكيل الضباط الأحرار محمد نجيب جمال عبد الناصر أنور السادات عبد الحكيم عامر يوسف صديق حسين الشفعي صلاح سالم وجمال سالم خالد محي الدين زكريا محي الدين كمال الدين حسين عبد اللطيف البغدادي وحسن إبراهيم أصدرت الثورة بيانها الأول بصوت أنور السادات في خطاب تاريخي سمعوا ملايين المصريين في سعادة وانتصار ولقيت الثورة تأييد شعبي جارف من ملايين الفلاحين وطبقات الشعب اللي عاشوا في معاناة في عهد الملك فاروق وفعلا نجحة الثورة وأكبر الجيش الملك فاروق على التنازل عن العرش ومغادرة البلاد وأسرته لإيطاليا في 26 يوليو 1952 على يخت المحروصة وتم إلغاء النظام الملكي وإعلان مصر جمهورية عربية حرة مستقلة وتحقيق مبادئ الثورة الستة وهي القضاء على الإقطاع القضاء على الاستعمار وسيطرة رأس المال بناء حياة ديمقراطية مستقلة وعدالة اجتماعية وجيش وطني قوي ومن أهم نتائج الثورة إلغاء دستور 1923 إعلان اللواء محمد نجيب أو الرئيس لجمهورية مصر العربية في 18 يونيو 1953 إجبار الاحتلال البريطاني على الإجلاء من مصر في 1954 بعد احتلال دام 74 سنة تأميم الصناعة والتجارة والقضاء على الملكيات تأميم قناة السويس 1956 في عهد جمال عبد النصر كمان كان للثورة دور قائد في الوحدة العربية بين مصر وكل الوطن العربي سوريا، السومال، السعودية، اليمن، الكويت تحية ذكرى ثورة 23 يوليو تحية مصر تحية مصر تحية مصر